السلام عليكم متابعي دراما سبورت التشكيلة المتوقعة لمباراة منتخبنا قدام منتخب المالديف طبعا للناس اللي سألوني على من جاوبت على هذا السؤال بالفيديو الماضي حول موعد مباراة المنتخب وتوقيت مباراة المنتخب منتخبنا رح يلعب قدام المالديف يوم الجمعة 4-6-2021 الساعة 7 المساء بتوقيت سوريا ورح تكون المباراة منقولة على قناة الكأس القطرية وكمان على قناة سوريا دراما بالنسبة للتشكيلة المتوقعة دائما بحكيها بأي فيديو عن التشكيلات المتوقعة نحن مجرد عم نتوقع نحن مجرد عم نحكي عن اللاعبين المتوفرين بالمنتخب وعن إمكانية ظهور هذا اللاعب بشكل أساسي عن التفكير بطريقة لعب الكابتن نبي المعلول فبالتالي نحن ما بنتدخل بخيارات المدرب بالنهاية هو أقرب لللاعبين وهو بيعرف مين اللاعب اللي ممكن يعطي للمنتخب وممكن يفيد المنتخب وهذا التفكير دائما عم حاول أحكي لأن في ناس دائما بتحكي أنك أنت عم تدخل بخيارات المنتخب بخيارات المدرب دائما عم ذكر بهذا الموضوع لحتى الناس ما تنسى فقط لا غير نحكي عن تشكيلة مباراة منتخبنا المتوقعة قدام المالديف بخصوص المدرب وكمان التشكيل اللي أنا بتمناها يعني التشكيل اللي أنا بتمناها ممكن تكون مختلفة عن تشكيلة المدرب يلا عطف حاصيل حاليا يا غالي أنت عم بتتابع قناة دراما سبورت إذا ما عم تجيك الإشعارات من القناة فصار لازم تعمل اشتراك وتفعيل زر الجرس اللايك مو مهم أبدا بس إذا حطيته أكيد ما رح نزال بنبدأ بالتشكيلة المتوقعة اللي ممكن يفوت فيها الكابتن نبيل معلول بحراسة المرمى من المتوقع من المرجح إبراهيم عالمك حارس مرمى المنتخب بمباراة المالديف من ناحية قلوب الدفاع بالبداية أنا بتوقع دخول فارس إرناقوت بالتشكيلة الأساسية مع عمر ميداني فارس إرناقوت لعب ممكن ما أدى بالشكل الجيد بالمباريات الودية سواء قدام البحرين ممكن كان بمباراة إيران الودية أفضل بشوي لكن بشكل عام فارس إرناقوت مع المحرق البحريني قدم مباريات ممتازة جدا بكأس الاتحاد الآسيوي فبالتالي أنا شايف لازم ياخد فرصة أخرى بشكل جيد فرصة أخرى مع المنتخب كمان في ظل غياب أحمد الصالح مع فارس إرناقوت بشوف بأن رح يلعب عمر ميداني عمر ميداني بصراحة غاء بفترة طويلة عن اللعب ففينا نقول دخوله بالتشكيلة الأساسية كنوع من لاعب الخبرة بخط الدفاع ما فيك تلعب بلاعبين يعني يوسف محمد متألق مع الوحدة حتى بكأس الاتحاد الآسيوي يقدم مباريات ممتازة بس أنا بظن أن الكابت النبيل معلول ممكن يلعب أو يكون الاعتماد على عمر ميداني لتجهيز عمر ميداني لمباراة الصين يعني مباراة المالديف ومباراة غوام ممكن تكون إرجاع حساسية المباريات لعمر ميداني لأن غاء بفترة طويلة مع الاتحاد السكندري ما كان عم بيلعب بصفة أساسية فحساسية المباريات مختلفة تماما عن موضوع التدريبات يعني بالتدريبات أد ما لعبت مباريات أو حصص تدريبية فما تعطي نفس الحساسية الموجودة بالمباريات لهذا السبب أنا شايف بأن عمر ميداني مهم جدا دخوله بالتشكيلة الأساسية إذا حابين نعتمد على اللاعب نوفر مباراة غوام والمالديف كنوع من التجهيز والتحضير طالما عملت استدعاء لللاعب رغم أنه ما عم بيلعب مع الاتحاد السكندري فلازم تجهز اللاعب لمباراة الصين عن طريق مباراة المالديف وغوام منروح لمركز ظهير اليسار المنافسة حتكون بين خالد كردغلي ومؤيد العجان أنا بصراحة بشوف مؤيد العجان كلاعب خبرة ممكن يفيد المنتخب لكن خالد كردغلي كمستوى مع تشرين سواء بالدوري أو بكأس الاتحاد الآسيوي كان متألق كان لاعب فارق مع تشرين يعني لاعب عم بيعطيك الحل الهجومي وكمان الحل الدفاعي دائما لعب عم بيعطي الأداء اللي أنت بتحتاجه كلاعب ظهير يسار فأنا شايف أن خالد كردغلي هو الأجهز لكن مثل ما حكينا فكر نبيل معلول طريقة نبيل معلول كيف بدو يلعب بالتشكيلة بالنهاية هذا قراره لكن التوقع الشخصي خالد كردغلي رح يلعب كظهير يسار ظهير اليمين حنشوف منافسة بين حسين جويد ويوسف الحموي بصراحة يعني الفارق بين حسين جويد ويوسف الحموي صار ضئيل جدا يعني حسين جويد بالفترة الأخيرة بآخر عام ونصف بصراحة المستوى أقل المستوى أقل جدا يعني حسين جويد بالذات من اللعيب اللي كنت عم دافع عن هذا اللاعب بشكل كبير يعني بشكل كبير بشكل مبالغ فيه لكن بالوقت الحالي بحس أنه الفوارق بين حسين جويد ويوسف الحموي حتكون على المين الأجهز لأن يوسف الحموي مع الجيش كان عم بيقدم موسم رائع مع الجيش قدم موسم رائع جدا من ناحية العرضيات أنا مقتنع بحسين جويد يوسف الحموي لازم يشتغل أكتر لتحسين العرضيات الكرات والعرضية ليوسف الحموي إلى الآن أنا غير مقتنع فيها حسين جويد أفضل من يوسف الحموي بالعرضيات لكن بشكل عام من ناحية اللاقة البدنية من ناحية الجرين تاب الملعب بحس يوسف الحموي بيتفوق على حسين جويد شخصيا بشوف أنه التشكيل اللي رح يلعب فيها الكابتن نبيل معلول دفاعيا حتكون مكونة من فارس إرناقوت عمر ميداني خالد كردغلي وحسين جويد منروح لمركز خط الوسط بشوف أنه نبيل معلول بين ثلاث خيارات إلى أربع خيارات ثائر كرومة، محمد عنز، سيمون أمين، كامل إحميشة لكن رح يختار من هالرباعي لعبين بصراحة أنا بشوف بأن اللعبين رح يكونوا من لعيب التشرين ثائر كرومة وكامل إحميشة اتقلقوا بكأس الاتحاد الآسيوي خصوصا ثائر كرومة إذا بيلعب بمركز الارتكاز أكيد رح يعطي للمنتخب أكتر من موضوع خط الدفاع دائما بحكيها وبرددها والمشكلة دائما عم بتصير عم بتصير عرض الواقع لما بيلعب ثائر كرومة بمركز خط وسط الارتكاز وتعطي حرية اللعب بهذا المركز فبيعطي أكتر سواء من الناحية الدفاعية ومن الناحية الهجومية لما بيتقيد بمركز خط الدفاع فهون أنت ما عم بتلاقي الجودة اللي بيقدمها بمركز خط وسط الارتكاز فأنا شايف أنه الاحتمالية الكبرى رح يلعب بثائر كرومة وكامل حميشة سيمون أمين ممكن تكون المنافسة بين سيمون أمين وكامل حميشة لمين يلعب الأساسي وهذا الشي راجع للمدرب هو الأقرب هو اللي بيشوف مين اللاعب الأجهز مين اللاعب الأجهز بالتدريبات فلازم يلعب بالتشكيل الأساسية سواء كان محترف أو لاعب الدور السوري ما مهم انت لازم يكون اللاعب جاهز ليلعب بالمباراة إذا اخترنا لعيبة بخط الوسط لاعبين خط وسط ارتكاز ومع اللاعبة رح نلعب بجناح يمين وجناح يسار وكمان مهاجمين أو مهاجم أساسي رقم تسعة مع مهاجم تاني فأنا بشوف أنه الطريقة ممكن تكون أقرب للأربعة أربعة اتنين بطريقة الكابتن نبيل معلول وبطبيعة الحالة الأجنحة الحالية المتوفرة ممكن أن نحكي عن محمود المواس لاعب خبير هو الكابتن التاني بعد إبراهيم عالمة بالمنتخب أو الكابتن التشاركي مع إبراهيم عالمة يعني كون نفس الفترة لعبه مع المنتخب فمحمود المواس قطعة أساسية بالمنتخب ومحمد المرمور أنا بشوفه بالجهة اليسرى ورد السلامة حاليا صعب جدا يلعب كأساسي رح يعني شوف أنه من غير المتوقع يلعب ورد السلامة كأساسي كون بكرة رح يعني يلتحق بالمنتخب فبالتالي ما بظن أنه يلعب بصفة أساسية بمباراة المالديف ممكن بمباراة غوام لكن بمباراة المالديف بحس أنه محمود المواس كجناح يمين ومحمد المرمور كجناح حسار وممكن يغيروا بالمراكز حسب سير المباراة بالخط الأمامي كمهاجمين أو كمهاجم تاني صانع ألعاب مع مهاجم أساسي حنشوف ممكن أسامة أومري وعلاق الدالي ممكن مكان أسامة أومري يلعب بمحمد حلاء أنا شايف أنه أسامة أومري رح يلعب عساب محمد الحلاء لفارق الخبرة لأن المنتخب بيحتاج بنظري الشخصي أنه يلعب أسامة أومري ليعطي الكرات والتمويل لعلاق الدالي بخط المقدمة بصراحة أنا شايف أنه طريقة الكابتن نبيل معلول ممكن يلعب فيها بالأربعة أربعة اتنين في خيارات متعددة بين كامل حميشة وسيمون أمين مين حيكون الأجهز بين أسامة أومري ومحمد حلاء مين حيكون الأجهز بين محمد المرمور وآياز عثمان أنا شخصيا مستبعد آياز عثمان من تشكيلة الكابتن نبيل معلول ما بعرف ليش لكن حاسس أنه هو أعطى آياز بعض الفرص بمباراة البحرين لكن بغير مركزه فما بظن رح يلعب بمركز صناعة اللعب ما بعرف أحيانا بحس المدربين خلص معتمدين بفكرة معينة من هذا اللاعب خط وسط ارتكاس فلازم يلعب خط وسط ارتكاس ما بفهم لكن نأجل الموضوع بعد مباراة المالديف بالنسبة لي يا شباب شخصيا أنا شايف تشكيلة ممكن تكون مختلفة تماما سواء بطريقة اللعب أو حتى بلاعبين المتواجدين بالتشكيلة ممكن الاتفاق الوحيد اللي ساويه مع الكابتن نبيل معلول هو بحراسة المرمى وبخط الدفاع يعني بحراسة المرمى وخط الدفاع رح أختار أو رح حس بأن الكابتن نبيل معلول رح يلعب بهاية الطريقة أو أنا كمان كنت ممكن ألعب بهاية الطريقة براهي معالمة فارس إرناقوت عمر ميداني حسينة جويد وخالد كردغلي لكن بخط وسط الارتكاز رح عدل يعني عكيفي رح أحكي الشي اللي أنا شايف والشي اللي أنا حابب شوفه على الأقل بلعب بخط وسط ارتكاز واحد ثائر كروما يعني ما بلعب بخط وسط ارتكاز بمكون من اللاعبين يعني مباراة المالديف ما بظن بتحتاج لتلعب بارتكازين وبتشدد على النواحة الدفاعية عندك رباعي فيك يعني يلعبوا بطريقة دفاعية نوعا ما لكن بخط وسط الارتكاز أو بالخط الأمامي تعطي حرية لللاعبين أكتر لحتى يقدموا لحتى يسجلوا أهداف فبالتالي أنا بشوف بين ثائر كروما منحتاجوا بمباراة المالديف كلاعب خط وسط ارتكاز لا أكثر بي المقدمة يعني رح ألعب بطريقة ال 4-1-4-1 على فكرة هاي طريقة كان بيلعب فيها الكابتن نبيل معلول مع المنتخب التونسي فما بعرف مع منتخبنا عم بيحاول يلعب بطريقة ال 4-4-2 أحيانا عم بيحاول يلعب بطريقة ال 4-2-3-1 ممكن مباراة واحدة لعب بطريقة ال 4-1-4-1 على كل بعد ما اخترنا خط الدفاع ثائر كروما بخط وسط الارتكاز بلعب برباعي خلف المهاجم الواحد الرباعي مكون من محمود المواس جناح يمين محمد المرمور جناح يسار ومثل ما حكينا فيه تبديل بالمراكز الى الان احنا متفقين مع الكابتن نبيل معلول بهذه الطريقة او بهذه التشكيلة المتوقعة لكن بدي اختار بين محمود المواس ومحمد المرمور اياز عثمان ووسامة اومري رح نلعب برباعي عندهم افكار هجومية عندهم طريقة هجومية بيلعبوا لصناعة اللعب لتوفير الفرص لعمل الفرص وتسجيل الفرص فبالتالي مع هذا الرباعي ممكن كان يلعب محمود البحر بتشكيلتي اللي انا كنت بتمنها لو اجا بفترة او التحق بتمرينات المنتخب خلال اربعة وخمسة ايام كان ممكن يكون بتشكيلتي لان طريقة الاربعة واحد اربعة واحد هي الافضل بالنسبة لمحمود البحر اكتر من علاء الدالي علاء الدالي لعب متحرك فاذا حطينا خمس لعيبة متحركين من لعب ك يعني طريقة جوارديولا لكن طريقة بتحتاج لنوع من التفاهم والانسجام الكبير فكون محمود البحر غير متواجد اكيد علاء الدالي او مارديك مارديكيان ما في اي مشاكل اي لعب بيكون جاهز بيلعب بالتشكيلة لانك انت عم تلعب قدام المالديف لازم كل اللعيبة يكونوا بالمستوى كل اللعيبة بغض النظر عن التشكيلات اللي منتوقعها او منحكيها اي لعب بيفوت بالتشكيلة لازم يقدم مية بالمية وحسب هذا الاداء بنحكي هل يعترى هو بيستحق يلعب بالتجمع النهائي او لا انا شايف بان التشكيلة اللي انا بتمناها على الاقل هي ابراهيم عالمة فارس ارناوت عمر ميداني خالد كردغلي حسين جوية ثائر كرومة محمود المواس محمد المرمور وسامة اومري اياز عثمان وعلاق الدالي وهذا كل شي حابب احكيه عن التشكيلة المتوقعة تشكيلة الكابتن نبيل معلول المتوقعة وتشكيلة اللي انا بتمناها بصراحة اكيد انت كمان فيك تكتب التشكيلة المتوقعة والتشكيلة اللي انت بتتمناها يعني بالنهاية احنا عم نحكي فقط اراء شخصية واكيد دائما بحكيها المدرب هو الاقرب لللاعبين المدرب هو بيعرف مين اللاعب الاجهز ولهذا الشي نحنا منحكي عن المدرب بعد المباريات طالما هذا اللاعب ما قدم فانت اكيد بتعرف السبب ليش ما قدم اداء جيد ليش ما لعب ليش ما رجع للخلف بطريقة سريعة ليش ما عنده للاقة بدنية ما بتحكي لي بانه اللاقة البدنية سيئة اذا للاقة البدنية سيئة ما لازم يلعب مع المنتخب الامر واضح جدا وان شاء الله يا شباب سواء باي تشكيلة لعب المنتخب انا متفائل جدا بمباراة المالديف حاسس منتخبنا رح يفوز بنتيجة 4-0 اكتب التشكيلة المتوقعة على الكابتن نبي المعلول واكتب التعليقات التشكيلة اللي انت بتتمناها واكتب توقع نتيجة مباراة سوريا والمالديف ما في مسابقات لهيك نوعية من المباريات لان المباريات بنظري الشخصي سهلة وما بتحتاج للتوقع بتمنى يعجبكم الفيديو وتكونوا صحة وخير وسلامة